الرسول بولوس قال لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن الموضوع هو يسوع المسيح المسيح بيختلف عن كل الأنبياء كل الديانات كل الفلاسفة والحكماء وكل الديانات المنتشرة في العالم تدور أو تتمحور حول تعليم شرائع، تقوس، فرائد إلى آخره أما المسيحية تتميز له لأنها تتمحور حول شخص يسوع المسيح الذي هزم الموت وقام من بين الأموات وهو حي إلى أبد الآبدين وهو قادر أن يخلص إلى التمام وهو قادر أن يحرر وأن يطهر وأن يبرر الإنسان وأن يغفر الخطية لهذا السبب المسيحية بتدور حول شخص يسوع المسيح نتشبه فيه، نعلم عنه، نحاول نتمثل به في كل شيء ولكن أحبائي بولوس كتب هو أصلاً وين ما راح بولوس كان خريج حبوسات تسجن في أرشاليم تسجن في قيصرية سنتين تسجن في فليبي وتسجن في روما في أماكن عديدة وسخروا منه في أثينا الفلاسفة في أرشاليم البلد اللي مات وقام فيها يسوع حاولوا يقتلوا بولوس الرسول في أرشاليم في اليونان بلد الحكم والفلسفة سخروا من بولوس في روما اللي هي رمز القوة اللي بتفتخر بالقوة برضو يعني لم يفهموا الرسالة فعم بيفتخروا بكل بالخطيئة وبكل أشكالها وبكل أنواعها فالرسول بكل بساطة قال لست أستحي بإنجيل المسيح في مرة قال في غلاطية 6-14 وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم صلب مزدوج هو بالنسبة للعالم مات والعالم بالنسبة لإله مات يعني تصلب فإذا أحب افتخر بهذا الشيء مرة تانية قال من افتخره فليفتخر بالرب لم يفتخر بنفسه لم يفتخر بحكمته لم يفتخر بقوته لم يفتخر بغناء أو كما قال النبي إرمياء في صحاح 9 آية 23 لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخرن الجبار بجبروته ولا يفتخرن الغني بغناء بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني إني أنا الله الصانع رحمة وعدل في الأرض فإذا نفتخر أحبائي بالمسيح اللي مات مصلوب ولكنه حي قاموا هزم الموت نفتخر بالمسيح لأنه لا يوجد أي مثيل ليسوع على فكرة عيب أصلا أنه نشبه يسوع في أي شخصية أخرى لهذا السبب قال حاشة ليه بالنسبة لي حاشة أفتخر إلا إلا لست أستحي بإنجيل أنا مش رح أخجل ليه يعني بفتخر بالإنجيل لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن هذا الإنجيل وقوة خلاصه أليس دليل إنه الله بحبك الذي يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي المكتوب عنه وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة